وكأن الغرقة بلغ رأس قمة الهرم الإيراني حتى خرج خامنئي بنفسه ليلقي خطبة الجمعة في طهران بعد انقطاع دام ثماني سنوات ألقى خامنئي الخطبة معترفا بأن البلاد تمر بأيام عصيبة ضغوط من الخارج وثورة داخلية كشفت زيفة دعاءات النظام بأن الإيرانيين حزينون على مقتل قاسم سليماني الملايين التي روج بأنها تندب سليماني خرجت بتظاهرات غضبة عليه وعلى قادته فمزقت صوره وشتمت أركان نظامه وهدفت بصوت واحد الموت للدكتاتور لم يأت خامنئي في خطبة الجمعة بجريد فأعاد الإصطوانة ذاتها تهديد فارغ لأمريكا وكلمات حماسية يبثها في روح من بقي من مناصره وشهادات حسن سلوك وخيانة يوزعها على من يشاء لكن وسط ذلك كله أقر بالحقيقة وقال إن إيران مرت بأسبوعين استثنائيين قتل ذراعه الأيمن قاسم سليماني ثم ارتكبت جريمة بشعة وقتلت 176 راكبا بإسقاط طائرة أوكرانية مدنية هذه الجريمة خلفت أزمة دولية أضافت إلى سجل انتهاكات إيران ملفا جديدا يزيد الضغوط الخارجية عليها بقدر ما زادته من ضغوط داخلية حيث كان لها دور في زيارة الغضب الداخلي وكشفت للشعب مدى استهتار النظام بأرواح المدنيين وسياسته الحمقاء التي لا تتورع عن إدخال البلاد في دوامة قطيعة يقاع ضررها على الشعب نهاية الأمر عام 2020 منذ بدايته يلقي بالمصائب على رأس النظام الإيراني ليس في حدود البلاد فحسب بل في كامل خريطة مشروعه التوسعي من بغداد إلى دمشق إلى بيروت حرائق متواصلة يزيد لهيبها الجوع والفقر لكنها بدأت تحرق أصابع من أشعلوها